اشتركوا في القناة ومضات علمية ندرك أن هذا الكلام هو كلام الله لا يمكن أن يكون كلام بشر نحن اليوم لدينا تقارير علمية من مركز بيوري سيرتش الأمريكي الشهير الموثوق مركز تابع للولايات المتحدة الأمريكية وهو ذو مصداقية عالية بالنسبة لهم يقولون في أحدث دراسة علمية إحصائية إن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا اليوم في عام 2018 هذا الكلام وأن الحرب الدعائية والإعلامية والتشويهية على الإسلام وهذا التشويه الإعلامي الذي يمارس يوميا على الإسلام لاحظوا أنه أدى لنتجة عكسية وهي زيادة توجه الناس نحو الإسلام واعتناقهم لهذا الدين هذه ظاهرة غريبة الحقيقة لم يجدوا لها تفسيراً ولكن هذا التفسير موجود في سورة التوبة في الجزء العاشر الذي نتحدث عنه اليوم الله تعالى يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم انظروا الحرب الإعلامية بالأفواه تتم سبحان الله يعني كلام دقيق كأن الله يصف لنا ما يحدث اليوم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون سبحان الله يعني كأن الله يريد أن يقول لك أيها الملحد كلما ازددت الحاداً وحرباً على هذا الدين هذا الدين سوف ينتشر بسرعة أكبر وهذه نتيجة الدراسات العلمية الموثقة سبحان الله إذا ماذا تريدون دليلاً أكبر من هذا على أن هذا القرآن هو كلام الله هل يستطيع محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول مثل هذا الكلام يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون لا يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام في زمن كان عدد المسلمين قليلاً وكان الإسلام في بداياته في مهده يقول هذا الكلام الذي نراه اليوم بأعيننا سبحان الله الحقيقة أيها الأحبة هذا الجزء يتضمن الكثير من الإشارات التشريعية العلمية التي تحذر من خطورة كنز المال ينبغي عليك أيها المؤمن أن تنفق المال لأنه سيكون عبءاً عليك يوم القيامة تأملوا معي الله تعالى يقول يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون سبحان الله يعني هذه الكنوز أيها الإنسان الذي لك عقل هذه الأموال هذه العقارات هذه الأبلاك التي تتركها وراءك ستكون وبالاً عليك يوم القيامة ينبغي أن تتخلص من جزء منها على الأقل تخفف هذا العبء تعطيها لمن يحتاجها واليوم أنتم تعلمون أيها الأحبة سبب المشاكل الاقتصادية الربا وأكل أموال الناس بالباطل وعدم إعطاء الزكاة لو أن كل إنسان يوزع الزكاة ويعطي هذه الصدقات لما بقي فقير على وجه الأرض لذلك القرآن عندما جاء بهذا التشريع العلمي المحكم إنما جاء به لسعادتك أيها الإنسان نسأل الله أن يرزقنا وإياكم سعادة الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته